السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزيز المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبيك يا بلادي لماذا بكى إسماعيل مطر بشدة بعد مباراة الوحدة والنصر الأخيرة قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي يصلكم كل جديد كشف النجم الإماراتي إسماعيل مطر لاعب نادي الوحدة سبب بكائه في مباراة فريقه أمام النصر أمس الجمعة ضمن مباراة الجولة السابعة من الدول الإماراتي لكرة القدم وفي الدقيقة 78 من المباراة جلس مطر على الأرض بشكل مفاجئ وأجهش بالبكاء في محاول لاعب الفريقين تهدئته وبعد المباراة كشف مطر في تصريحات تلفزيونية أن بعض المشجعين المتواجدين في استاد آل مكتوم بنادي النصر شتموا شقيقه المتوفى إبراهيم وقال شقيقي ليس مشهورا ولم يلعب للفريق الأول بالوحدة ولا أعرف لماذا يتعرض للسباب وهو ميت وأضاف نحن اللاعبين نتعرض لمثل هذا ونتحمله لكني لم أستطع تحمل سباب شقيقي المتوفى وتعادل الوحدة مع النصر 22 ليرفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع في حين يملك النصر 7 نقاط في المركز 11 على جدول ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته